السلام عليكم هل العلاقة عبر السوشيال ميدية أو الانترنت بين امرأة ورجل تعتبر زنة؟ سعاد صالح تجيب ردة الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف على سؤال هل العلاقة عبر السوشيال ميدية أو الانترنت بين امرأة ورجل تعتبر زنة؟ وهل الكلام عبر السوشيال ميدية ومصاحب لشه ويعتبر زنة؟ وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف إن زنا له معنى حقيقي وهو جماع الرجل بالمرأة في مكان ما وأن العلاقة تكون بين الأجانب وتكون العلاقة كاملة ويكون هناك أربع شهود وأضافت صالح خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال المذاع عبر قناة شمس أن هناك أكثر من آية في كتاب الله تتحدث عن زنا وحكم زنا معروف للجميع ولفت إلى أن الكلام عبر السوشيال ميدية لا يعتبر زنا وكلام الله واضح بشأن زنا وكشفت أن هناك شخص جاء لرسول الله وقال إنه زنا ورسول ظل يقول له لعلك لمس فالرجل يقول زنيت ورسول يقول لعلك قبلت فالرجل يقول زنيت وتم تطبيب حد الزنا عليها وكشفت أن الزنا يكون بابتصال مباشر ولكن ما يحدث عبر السوشيال ميدية يعتبر فاحشة والتحارش فاحشة والقبل فاحشة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم